بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور عبدالله حمدوقي اختاره الشعب السوداني اللي يكون ايقونة الثورة ورئيسا لأول وزارة بعد الحكومة المدنية رئيس الوزراء الانتقالي في هذا التوقيت الحاسم والتوقيت الاستثنائي نجلس إليه في محاولة لوضع جميع المعلومات التي يمكن أن تكون مثار أسئلة على مستوى الشارع السوداني لتكون بمنتهى الشفافية الآن في متناول الجميع اللي يستطيع الشعب السوداني أن يكون شريكاً في صناعة القرار عبر علمه ومتابعته لما يجري في داخل الحكومة الانتقالية مرحباً يا دكتور وأنت الآن مواجه للشعب السوداني نتمنى أن تكون هذه الجلسة فيها نوع من الصراحة ونوع من الشفافية التي يمكن أن تساهم في تعريف الشعب السوداني بما يدور خلف الكواريس معنا أيضاً نرحب بالدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والأستاذ عباس مدني وزير الصناعة والتجارة فضل الدكتور مقدمة قصيرة قبل أن ندخل في الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم شكراً أستاذ عثمان مرغني أنا سعيد حقيقة في هذا المساء أن أطيل على شعبنا ونحن بنتناقش حول هذه الأزمة التي نعلم أسبابها، جزورها، قضاياها وأتمنى أن يكون هذا الحوار مقدمة لتمليك شعبنا كل الحقائق طيب يا بكتور، أنت قلت أزمة كويس أنك بدأت بكلمة أزمة وصفت أن الوضع فيه الآن أزمة إلى أي مدى لديك علم شخصي بالأزمة؟ سيبك من التقارير والأوراقة التي تضع أمامك علم شخصي هل أنت قاعد تقف في صفوف وطوابير الخبز؟ هل تركب المواصلات؟ هل لك اتصال مباشر بمواقع الأزمة على مستوى المجتمع السوداني؟ بكل تأكيد أنا ما قاعد أجيب في الصفوف وده بتفرضوا يعني الوظيفة والضرورة للعمل المتصل لكن أنا يعيش بشكل يومي معاناة شعبنا طيب مدام بتعيش بشكل يومي كم رطة السكر الآن؟ كيلو السكر الآن بحواليه 45-50 جنيه في العاصمة ولا ولايات؟ في العاصمة في الولايات أكثر من كده بكتير إذن عندك معلومات عن الوضع الراهن الآن إلى أي مستوى وصل أمام الشعب السوداني من ناحية ارتفاع الأسعار؟ بكل تأكيد يعني أخذ على سبيل المثال مع أنه أنا ما قاعد أجيب في صفوف الرغيف لكن أنا أعلم تماما سعر العيشة اليوم في الخرطوم بجنيه في بعض المناطق الطرفية في الخرطوم ممكن يكون 2 جنيه لكن في الولايات بيصل لحد 3 جنيه فهذه المعاناة أنا ما بحتاج حد يعني يوصف لي أن أعيش بشكل يومي ومتابع ليها وكده قياسا بمستوى الدخل لدان المواطن السوداني الفرد السوداني العادي هل يستطيع أن يتحمل مثل هذه الأسعار؟ لا يعني المواطن بيعاني بكل تأكيد لأنه لو مسكت دخل الفرد أجل من كذبة كثيرة أنت بتكلم عن سوار الخبز والسكر نضيف عليها كل الأشياء الثانية من سكن، مواصلات، دواء إلى آخره بكل تأكيد في معاناة كبيرة جدا طيب إذا كان هناك إقرار من دانيب الحكومة بأن هناك معاناة ما هي الخطوات التي اتخذت لرفع هذه المعاناة؟ خاصة أن الإحساس الآمن لدى الشارع السوداني أن الأزمة تتعمق بدلا من أن تخيف رغم أن الثورة أصلا قامت على حواف مثل هذه الأزمات في العهد الماضي نحن منذ مجينا في الدين الغسم في أغسطس وتشكلت الحكومة في سبتمبر شرعنا في وضع خطط طموحة لمعالجة هذه الأزمة جزء منها خطط مرتبطة بمعالجة الوضع الآني برنامج زعافي يقوم على محاربة تضخم يقوم على توفير السلع الاستراتيجية على رأسها الدقيق والوقود بكل أشكال البنزين الجزالين وكل المتطلبات الإنسان السوداني الدواء شرعنا في وضع ميزانية طموحة تعالج بشكل دقيق هذه الأزمات طيب الآن عمر الحكم الانتقالي ستة شهور الأزمات زادت أم خفضت مع وجود الخطة التي تفضلت بالإشارة لها هل الخطة نجحت في تخفيف الأزمة أم الآن الأزمة أكثر سوءة مما كانت عليه يعني ممكن تقول حققنا نجاحات في بعض الفايلات خذ كمثال كانت هناك أزمة حادة جدا في سيولة اليوم ما في شخص يذكر أنه كان في أزمة سيولة نقدية نقدية بكل تأكيد هناك وفرة كاملة في كل المواد الضرورية إذا كان الدقيق الخوبز أو البترول بكل مشتقاته يمكن في أزمة بتاع التوزيئ وهي أزمة يعني نحن شغالين على حلها وأنا أعتقد بما وضعناه من خطط يمكن تجاوزه في خلال الأسابيع الغادية طيب موقف الآن الموقف الكرام دا موجه للشعب السوداني الآن موقف الدولة في المواد والسرع الحتمية والحساسة التي لا يستطيع الشارع أن يتحمل أن يكون فيها أي شح بالتحديد القبز الدقيق الدقيق باتبار أنه مواد التي تصنع منها القبز الوقوت ومائل الغاز موقف الضبطي كما ذكرت الموقف في هذه السلعة الاسترادية مطمئن للغاية ويمكن أن نستمع لتفاصيل أكثر من الأخ مدني طيب نحن يعني كلمة مطمئن لا تطمئن الشعب السوداني نحن عايزين أرقام يعني عايزين أو عايزين معلومات أدقة يمكن أن أن تكون أوضح فهل في تقارير معينة ممكن أن نبنع له نعم يعني بسرعة عامة يعني ناخد الخبز يعني كمسال الخبز الدقيق بالتحديد والوقوت كأمسي الآن وسلم بكل تأكيد الموقف مطمئن للغاية نعم يمكن أن يعني الأرغام تتحدث عن نفسها نعم بالنسبة للخبز والوقود عندنا مخزون أكثر الأرقام دي بتوصلكم بصورة يومية نعم بتوضح بالضبط المخزون كما الآن توضح بشكل مفصل المخزون من كل المواد الضرورية في كل المواد وعندنا مخزون لأكثر من شهر نعم طيب يا دكتور الآن سحر الدولار تجاوز المئة في بعض الروايات يعني الآن حديث عن أكثر من مئة ودي سبب الصدمة على مستوى الشارع السيداني ما هي أسباب هذه الزيادة اليوم أعتقد الدولار بدأ يتراجع يعني أنت جاي هنا أنا أفتكر عرفت أنه وصل لـ 95 وماشي ما حصل في خلال اليومين الفاتو هو تغريبا لحد كبير يمكن أن يكون نتيجة للمضاربة نعم لكن هناك خلل هيكلي مرتبط بالاحتياطي من المخزون الأجنبي هناك محددات كثيرة تساهم في رفع سعر الدولار لكن أعتقد نحن قادرين على مجابهته بما وضعناه من حلول لهذا المجال لا كلمة مضاربة قد لتكم كافية لأنها استخدمت كثير جدا دائما كلمة كلما زادت الدولار دائما يواجه بها الشعب يجد كلمة مضاربة نحن نريد كلمة دقيقة أنا قصدت بمضاربة ما حصل في خلال اليومين الفاتو لكن قصدت أنه في خلل هيكلي في هذه المعادلة يعني نحن ما عندنا احتياطيات من النقد الأجنبي يمكن أن تساعد على حماية الدولار يعني يمكن أن نسأل أخونا أبراهيم تفصيل في موضوع الدهاب والاحتياطيات يعني خلينا